1- بسم الله الرحمن الرحيم 1- يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 1- أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيب وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد 1- يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين 2- إن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 3- وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4- واتقوا الله إن الله شديد العقاب 5- حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 6- وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام 7- ذلكم فسق 8- اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 9- اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 9- فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 10- يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 10- وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب 11- اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 12- والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 13- ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 14- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 14- وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 15- أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا 15- فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 15- واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور 15- يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 15- وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 15- والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 15- يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 15- ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نخيبا 15- وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا 15- لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 15- فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به 15- ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 15- ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 15- يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير 15- قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 15- يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 15- لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 15- قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا 15- ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير 15- وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 15- ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير 15- يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير 15- فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير 15- وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين 15- يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلبوا خاسرين 15- قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون 15- قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 15- وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 15- قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 15- قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 15- قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 15- واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 15- لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 15- إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 15- فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الفاسرين 15- فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين 15- من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 15- ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 15- ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون 15- إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 15- ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 15- إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 15- يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 15- إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبر منهم ولهم عذاب أليم 15- يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 15- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز الحكيم 15- فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 15- ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير 15- يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 15- ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 15- ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 15- سماعون للكذب أكالون للسحف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 15- وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 15- إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 15- والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 15- فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 15- ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 15- وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 15- فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 15- وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 15- ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين 15- وليحكم بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 15- وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 15- ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 15- لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 15- ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 15- وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 15- فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون 15- أفحكم الجاهلية يبغون 15- ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 15- يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 15- فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 15- فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 15- ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 15- يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 15- يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 15- إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 15- ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 15- يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 15- وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 15- قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 15- قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغطب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 15- وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون 15- وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون 15- لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون 15- وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء 15- وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 15- وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 15- كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين 15- ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم 15- ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 15- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين 15- قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 15- حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 15- إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 15- لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 15- وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون 15- لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 15- وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم 15- إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 15- لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 15- أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 15- ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 15- كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون 15- قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 15- قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 15- لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 15- كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 15- ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 15- ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون 15- لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا 15- ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 15- ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 15- وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 15- يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 15- وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 15- فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 15- والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 15- يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 15- وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 15- لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 15- فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 15- فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 15- يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 15- إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 15- وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 15- ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 15- يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 15- يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 15- يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره 15- عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 15- أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون 15- جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 15- اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 15- ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 15- قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 15- يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم 15- قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 15- ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 15- ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 15- وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 15- يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 15- يا أيها الذين آمنوا شهاجة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم 15- إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا 15- ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين 15- فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 15- فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 15- ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين 15- يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب 15- إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 15- وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 15- وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني 15- وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين 15- وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 15- إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 15- قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين 15- قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 15- قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 15- قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين 15- وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 15- قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 15- ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 15- إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 15- قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 15- لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير جنب ملك السماوات والأرض والسماعي بالإخ Sans الدليم هؤلاء أن ترجمة نانسي ق Miles فإن ترجمة نانسي قليلة هؤلاء بك اشتركوا في القناة